بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله والصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة ومتطيبين إن شاء الله النهاردة هقدم لكم فيديو طريقة عمل الفشار بطريقة سهلة جدا ومبسطة وهتعجبكم وإن شاء الله كده تحوز على عجبكم المكونات كيس فشار بس مش هناخده كله طبعا هناخد كمية معينة منه تمام يعني حوالي كده ممكن نص كباية على حسب بقى كمية الأسرة يعني حسب حدد أفراد الأسرة ممكن لو الأسرة كبيرة ممكن طبعا تزود في الكمية بس أنا هعمل حوالي يعني نص كباية كده تمام شوية تمالح زيت تمام بس هي مكوناته بسيطة وإن شاء الله كده نبتدي نعملها سوا ودلوقتي أنا علقت على الحلة اللي هعمل فيها الفشار لازم تكون حلة كبيرة يا جماعة يعني حجمها كبير عشان الفشار ياخد رحته في إن هو يستوي وفي نفس الوقت تكسر الكمية كمام الحل ما اتسخنت معايا اهي هنحط بقى ايه شوية زيت وتكون النار متوسطة كي شوية زيت بس يكونوا ايه شوية زيت صغير لان انا شحط كمية الزيت كلها هنحط بقى ايه صغيري تمام لما الزيت يبتدي يسخن معايا ادي الزيت سخن معايا اهو هحط بقى كمية الفشار دي تمام يعني حوالي نص كباية كده طبعا أنا زي ما قلتلكو على قد عدد أفراد الأسرة تمام يلا يبتدي بسم الله الرحمن الرحيم هحطي كمية يعني نص الكمية مش هحطي كمية كلها اوكي هحطي بقى عليه يبقى النار متوسطة زي ما قلتلكو لحد ما اسمع بقى الترقع والفرقع بتاعتو كده ما تفتحيش عليه خالص وخلي النار متوسطة سمعين قد الفرقع بتاعتو ابتدي تهيه ابتدى ان هو يستوي لما يستوي بتسمعي صوت ايه زي ترقع كده في قلب الحالة اهو سمعين بالضيار الحالة ما بتفعلوش الحالة على مكان معين بالضيار الحالة بتضييها اوكي هتلاقي بي ايه الترقع بتزيد معاك ايه دلوقتي بص انت تمسكي بقى كده وبتعليم كده ليه بقى؟ علشان نتقلب مع بعضه هتزيد معاك الترقع بتاعت الفشار ويطلق كويس هحط الملح بقى بتاعي كده تمام؟ واطلع الدور الاول بتاع الفشار لسه في حبه كمان هعمله هحط حبه الزيت كمان حوالي يعني 100 معلقتين كده حاجة بسيطة ما نكتريش الزيت اكي ننضيطه في حبه كمان قوم لسه حطوم بقيت العنوس الكوبال وبدولكو عني هغط عليه ودلوقتي اهو خلاصا في شر بتاعنا بسم الله رحمه 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 ملح ودلوقتي نحط شوية ملح على الحبه تقلقين وكده خلاص الفشار بتاعنا خلص اهو احلى تسلية وانتوا عاديين قدام التلفزيون وانتوا عاديين عاديين تأزأزوا في حاجة الفشار واجبة حلوة قوي ومفيدة ومغزية ليكم ولولادكم وبالفهنة وشفا مع القناة الهنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته